بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو الثالث من الوحدة الرابعة واللي بيتحدث عن القطع الزائد طيب في البداية القطع الزائد يرسم بهذا الشكل طبعا الجزئين هذا وليه كلهم من نفس الرسمة يعني ما هم رسمتين ثنتين هو نفس القطع الزائد يكون فيه هذا وليه هذه الشكلين الثنين طيب في البداية لازم نحدد A والB والC والH والK عشان نحل الخسارس طيب الآن مثل ما ذكرنا نحدد A والB والC والH والK طيب الآن اللي لو نلاحظ المعادلة الحد هذا السالب Y تربية زلاع 2 كل تربية على 16 حد سالب والحد هذا حد موجب ما في قبله شيء حمام حد موجب الآن الآي جذر الموجب الموجب عندنا أنه 9 و16 ال16 بعد السالب وال9 بعد الموجب ال9 موجبه وال16 سالبه فهنا الآي تمام؟ الآي هنا جذر الموجب الموجب 9 جذره ثلاثه والB جذر السالب 16 يصير 4 فبالتالي ما نشوف الأكبر أو الأصغر لا نشوف الموجب أو السالب فهنا الآآن الأربعة الأربعة هي مربع مربع حيث 16 اللي هو السالبه طيب السي ننتقل هنا إلى اللقصة الثمانية شانجيب الثامنين شانجيب السي السي تساوي جذر A تربية زائد B تربية في القطع الزائد العلامة الزائد والقطع الناقص اللي تود كل علامة هذه ناقص فبالتالي راح يكون جذر 9 زائد 16 يعني جذر 25 يعني خمسة هذه قيمة سي فإذا سي بخمسة الـ H العكس مرافق الـ Y عكس مرافق الـ X مرافق الـ X بموجب 1 راح تكون الـ H بسالب 1 والـ K X مرافق الـ Y تكون بسالب 2 طيب الآن عشان نعرف محدد التجاه القطع لازم نعرف المحور القاطع هل هو أفقي ولا رأسي ما هو المحور القاطع الآن مثل نذكرنا أنه هذه فينا في شكلين الآن في محور يقطعهم الـ 2 تمام في محور راح يقطعهم الـ 2 اللي هو بيكون هنا هذا محور قاطع لهم المحور القاطع هذا هل هو أفقي ولا رأسي محور القاطع هذا أفقي فإذا كنت نقول الاتجاه المحور القاطع أفقي وفقي طيب المركز المركز H و K وظل هنا H و K ال H بسالب 1 و K بسالب 2 الرأسان طيب الآن في رأسان هنا القطع الرأسان في رأسان ليس 1 هنا و 1 هنا الآن المركز هو هنا المركز سالب 1 وسالب 2 هنا فعشان نروح للرؤوس الـ 2 هذا المركز نروح يمين و يسار فنزيد وننقص عدد من الـ X ونروح يمين و يسار الآن في الرأسان نزيد العدد A تمام نزيد عدد A يمين و يسار فإذا كنت نقول الرأسان الـ H اللي هي تمثل الـ X نزيد عليها وننقص منها A و الـ K فالـ K ثابتة طبعا يكون فيه رأسان فى يكون فيه اثنين زوجين الـ K ثابتة الـ K هنا بسالب 2 بتكون بسالب 2 ثابتة الـ H زاعد و ناقص A الـ H بسالب 1 مرة زيد عليها ثلاثة و مرة نقص ثلاثة فأصبح سالب 1 زاعد ثلاثة بتساوي هنا 2 وسالب 1 ناقص ثلاثة هنا سالب 4 تمام فنروح هنا لسالب 4 وسالب 2 و نلقاها هنا نلقى الرأس ولو نروح الان الى بعد 2 و ثالثين هي الرأس الثاني طب البؤرتان البؤرتان مثل ما ذكرنا ايضا تكون في الداخل يعني هنا و هنا وهنا هذا المركز فنروح يمين ونروح يصار بمقدار C فنزيد C على الـ X لان نروح يمين و يصار فالبؤرتان ايضا H زائد و ناقص C و طبعا مع الـ K فهذا يرطي ايضا من هنا بؤرتان فيكون في زوجان ذكرنا انه الـ K ثابتة فالـ K اللي هي سالب 2 فالثابت هنا هو الـ K تمام؟ الثابت هو الـ K و المتحرك هو الـ H طبعا الآن الـ H مرة زائد C و مرة نقص C الـ H بسالب 1 مرة زائد 5 و مرة نقص 5 فمرة تكون موجب مرة تكون سالب 4 زائد 5 اللي هي موجب 4 و مرة سالب 1 ناقص 5 اللي هي سالب 6 تمام؟ طبعا المحور القاطع نفس الشيء محور القاطع راح نذكر طولة و معادلة تمام؟ المحور القاطع طولة طولة يساوي 2A والـ A بـ 6 ثلاثة فيكون الـ 2A بـ 6 أنه فيكون معادلته طيب المحور القاطع هوanal ny يساوي K تمام؟ في هذ الحالة Y يساوي K اللي هي Y став K اللي هي بسالب 2 نعمل نحنا نع увидеть هذا good نقص created فالمحور القاطع هو الثابت يساوي هو الثابت فY تساوي K المحور المرافق نفس الشي بيكون فيه طول طولة يساوي المحور المرافق يكون محور عمودي على محور القاطع المحور القاطع هذا اللي بالأزرق يكون فيه محور أيضا مرافق بهذا الشكل فطولة بيكون أيضا اثنين B وهو ما يعادل R24 وهي ثمانية ومعادلة معادلة المتغير فبتكون X يساوي أو X يساوي H X تساوي H اللي هي X تساوي H فكرناها هنا بسالب واحد فتكون H تساوي سالب واحد اللي هي هنا فإننزل الخط طب خطة التقارب طيب خطة التقارب هو شي Y ناقص K تساوي موجب سالب الآن جذر ال Y ثم جذر ال X ال Y 16 وال X بتسعة صح؟ اللي يتحتهم دائماً جذر ال Y يعني أربعة على جذر ال X اللي هي ثلاثة تمام؟ مضروبة في X ناقص H فبالتالي هذا لبعنا نعطينا خطين تقارب لنعندنا إن شاءتين موجبوا سالب فممكن مرتكم موجب مرتكم سالب فالخط الخط الأول يقول Y ناقص K الكي بسالب 2 فراح تكون Y ناقص 2 تساوي فوق نخليها موجب فما رح نكتب شيء تماماً موجب أربعة على ثلاثة X ناقص H يعني X ناقص 1 طيب الخط الثاني نفس الشيء بيكون Y ناقص 2 يساوي بس هالمرة سالب أربعة على ثلاثة X ناقص 1 طيب البعد البعري البعد البعري أيضاً بيكون 2C والC بخمسة فراح تساوي 10 الأختلاف المركزي أيضاً ذكرنا إنه E تساوي C على A C في هذه الحالة 5 والA 3 فخمسة على 3 تساوي 1.67 تقريباً طيب بس السؤال هذا أيضاً في خطأ فراح نعدله ونحله بشكل صحيح السؤال المفرد يكون 16 X تربية زائد 32 X ناقص 9 Y تربية ناقص 36 Y يساوي 164 طيب الآن عشان حل هذا السؤال في هذا السؤال في خطأ فانحل هذا السؤال طيب 16 X تربية زائد 32 X ناقص 9 Y تربية ناقص 6 Y يساوي 164 الآن نجمع الإكسات ما بعد في طرف الوحدهم فراح تكون 16 راح تكون 16 X تربية زائد 32 X ناقص لما يحط ناقص راح ننكس الشارات اللي بعدها فراح تكون 9 Y تربية زائد 36 Y كل ذلك يساوي 164 الآن نطلع 16 هنا عامل مشترك راح تكون 16 برا عامل مشترك وفي الداخل اللي يبقى X تربية زائد 2 راح نترك مسافة عشان نبنيكم المربع بعدين راح تكون بدين ناقص 9 راح تكون برا عامل مشترك والY تربية تبقى من الحد الأول زائد 4 Y نترك مسافة كل ذلك يساوي 164 الآن اكمال المربع من هذه 12 من هذه 12 X نصف هذا واحد مربعها مربع الواحد يزا يصير واحد نصف هذا موجب اثنين مربع الاثنين موجب اربعة وزدنا اربعة الآن الواحد اللي زدنا هنا لازم زيدها هناك فهنا زدنا واحد نظره في 16 يعني زدنا 16 وهنا راح نزيد 16 وايضا زدنا هنا زاد اربعة مضروفة سالب تسعة يعني سالب ستة وثلاثين الآن حد الايمن هذا لو بسطنا راح يكون يساوي 144 144 راح تساوي إذا راح تكون حد الايمن حد الايسر اول شي الستعاش الخارج ثم X جدر الاول زاد علامة الاوسط جدر الاخير لا والتربية يكون برة بعدين ناقص نفس الشي تسعة برة بعدين جدر الاول Y جدر الاخير اثنين او شرف الاوسط تربيع يساوي 144 اللي هي هذه تمام يساوي 144 الآن نقص 144 على كل الطرفين الطرف الايسر بيكون 16 14 يعني واحد على تسعة فتكون تهات المقام تسعة وفوض بيكون X زاد 1 تربيع ناقص الحد الايمن المعامة هنا تسعة راح تكون 9 على 140 اللي هي 1 على 16 فتحة المقام 16 وفوض بيكون Y زاد 2 تربيع تربيع يساوي كرشة على 140 فرح تكون 140 على 140 اللي هي تساوي 1 وكذا وصلنا الى الحل اللي هو المطلوب في تبسيط السؤال هذه الصورة قياسية للمعادلة للمعادلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر